كتير من الناس اللي ما بيجي اسألها انت ليه تستخدم نسخة واتساب معدل فبيقولك انه هو عشان شكله بيبقى متغير عن الشكل اللي بقى مقرف جدا فيه واتساب واللي فعلا ما تغيرش بقاله سنين شكل ممل وشكل قديم مش متوافق مع الاشكال الجديدة في انظمة الاندرويد مثلا او الايفون او التحديثات الجديدة لكن اخيرا واتساب هتنزل تحديث جديد يغير من شكل الواتساب هو حتى الان مش هيغير شكل واتساب نفسه لكن هيغير شكل القيمة الموجودة التحت واللي زي ما انت شايفها كده بقى شكل جديد شوية وهي شكل زي التصميم الخاص به النظام الاندرويد اللي هو النظام الماتيريال او الوجهة الماتيريال يو اللي هي بتبقى الايكونات فيها بلون احادي لون موحد بس ما بيبقاش فيها في تفاصيل كتير فزي ما انت شايف كده ده الشكل الجديد اللي هينزل عليه شكل القيمة اللي موجودة تحت الخاصة بالمرفقات اللي انت بتبعت بها الملفات بتاعتك على الواتساب حتى الان التحديث ده لسه في نسخة المطورين او النسخة اللسه قبل النسخة التجريبية فلسه ما نزلتش للناس حتى المشتركين في النسخة التجريبية وبرغم ان التليجرام احسن بكتير جدا من الواتساب لكن برضو انت بكون مضطرة تستخدم الواتساب وبتكون فعلا مليت من شكله اللي بقى معتاد عليه وبمناسبة الواتساب انا كنت عملت حلقة قبل كده ازاي تعمل استيكرات بشكلك وبصورتك حلقة قديمة كده شوية تقدر تشوفها من هنا ولو عايز حلقة ازاي تنزل حالات الواتساب على النسخة واتساب الرسمية من غير ما تنزل اي تطبيقات فاشوف الحلقة اللي تحت